السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلاً ومرحباً بالجميع اليوم اخوان عدنا شرح مميز ان شاء الله شون تخصص وتنزل احلى ثيم ممكن تشوفه بنظام ايو اس 14 طبعاً انه تريده يشتغل بشكل تام ومية بالمية رح تحتاج 14 ثلاثة ورح يشتغل على الاقل من 14 ثلاثة بس شوية يصير عندك تأخير من تنقر على اي ايقونة من هذي بس اذا تريده يشتغل بها الطريقة رح تحتاج الى 14 ثلاثة فشلون رح نسوي هذا الشكل هذا الوجيت اللي فوق اللي بيه بطارية وبيه تاريخ وبيه ساعة وبيه النشاط وهذه الايقونات وهذا الشكلها اللي رائع كلش كلش وهذي الشريط اللي دا تشوفوه واللي دائر ما دائر اخط وكذلك اكون خط اهنانه هذي شون نسويها الطريقة بسيطة رح نحتاج الى 3 اشياء موجودة طبعا بالوصف رح نحتاج الخلفية هذه المستخدميها ورح نحتاج الى تطبيق المولوكو اللي شرحنا عنه فيديو مفصل ننزل بيه هذي الثيمات الايقونات يعني تتغير حتى عن طريقه ورح نحتاج الى تطبيق وجي رح نستخدم به هذا الوجيت فخلنا بديو ياكم من البداية هذا هو شكل جهاز الافتراضي جهازي هو بهذا الشكل مثل ما تنشوف رجعنا كلش الى وضعه الطبيعي ورح نبدي من البداية وياكم شون نسوي هذي الطريقة اول شي قلنا نحتاج الى خلفيات الخلفيات موجود اكو رابط بالوصف رح تلقون بيه هذي الخلفيات من رح تفتح الموقع رح ينفتح عندك بهذا الشكل اللي تتشوفوا هذي بدايتها بالنسبة للاجهزة القديمة تضغط هنا كاتب لك فور هوم بوتون موديلز يعني الاجهزة اللي تجي ب هوم بوتون جماعة البصمة بصمة الاصبع رح تلقى الخلفيات هنا الخاصة بجهازكم اما الاجهزة البقية فرح تجي هنا رح تلقى الخلفية اللي تعجبك اذا تريد تسوي نفس اللي شدتم سويها وردتكم يا قبل اللحظات فاني منزل هذي الصورة اللي اسمها كور بوردر تو طبعا رح تختار جهازك اذا اثناعش او اثناعش برو تنقر على اول شيء واذا دعش برو ماكس واكس ماكس رح تضغط على بالنص واذا دعش برو واكس اس والاكس رح تضغط على هذي واذا دعش او اكس ار مثلي رح تنقر على هذي الهنانة تنقر عليها وتنتظر رح تنفتح عندك صفحة جديدة صفحة جديدة شنو بيها انو حاول اه الطفي هذي اللي بالعدادات مني يقول لك منظور يمكن يسموه منظور التكبير ماعدل شنو نسيتها يمكن فتطيها اوف هذي رح تطلع عندنا واهنانة رح يطلع لك ش تريد هذي تريدها بيضة الحواف من رح يسويها او تريدها جولد او انا بالنسبة الي اجيت على اخر شيء رح نسوي نفس اللي سوينا قبل شوية شو بوربل حسب اللون اللي تحبه هاي هوم سكرين وهاي لوك سكرين انا سويت هاي اللي هي الريمبو يعني قوس قزح تجي املونه فالهوم سكرين بس تنقر عليها رح تنفتح عندك صفحة بيها الصورة هذي هي الصورة مثل ما دا نشوفها تنقر نقر مطول وتقول له اضافة الى الصور وترجع اهنا نزلنا الهوم رح ننزل اللوك سكرين هذي هي اللوك سكرين مثل ما دا نشوفها تجيب هذا الشكل واضافة الى الصور نزلناها بالصور وهذه هسا رح ندخل على الصور ورح نلقى الصور موجودة هذي هي رح نغير الصور كخطوة اولى هذي هي الهوم رح اجي واقول له استخدام كخلفية تعيين ورح اقول له اه شاشة رئيسية لانها هي الشاشة رئيسية وهذي شاشة القفل رح اجيب استعمال كخلفية هذي قلنا المفروض نطفيها او منظور التكبير نطفيها نسيت اطفيها بذيكة شاشة القفل وهكذا رح ارجاع عيد هذي العملية حتى اطفيها ثعمال كخلفية وانطيها ايقاف وقل له تعيين للشاشة الرئيسية سويت الخلفيتين هذي الشاشة الرئيسية شفتها حاليا شوف الاطار الداير مدايرها ذني وهذا الاطار اللي اهنانه وبشاشة القفل رح تكون عندنا بهذا الشكل اللايت والكاميرا داير مدايرها رح نفتح الجهاز حاليا رح نجي للخطوة الثانية الخطوة الثانية هي تنزل تطبيق اسمه ويت جي رح ادخلكم على اوبستور رح اروح على البحث وراح اكتب ويت جي وراح يطلع عندي هذا هو ويت جي رح تحملوا للتطبيق وبعدين تفتحوا تنزل لي جوا حتى تخلي الودجيت المسوياني طبعا هو اكو كل شهواية به حسب انت اللي يعجبك بس اذا ردت تسوي نفس الشكل المسوياني فرح تنزل وتجي على اكو فتشي اسمه ويت جيت فور كومبيتشن هذا هو الودجيت طبعا تقدر تقول لها edit as copy رح يطلع لك هنا تقدر تعدل على الوان وغيرها رح تنضاف عندك بال يور ويت جيت هذي هي الودجيت هذه اللي سويناها قبل شوية رح تلقاها موجودة هنا هاي طبعا قديمة عندي فتقدر تنطيها حذف وهذي اللي سويتها مثل ما دا نشوفها انضافت باليور ويت جيت طبعا هذا اني مشارح عنه لانه ينطيك ويت جيت واحد ويردها ردت اكثر فرح تحتاج انه تشتري التطبيق احنا نحتاج بس واحد من عندك فحاليا احنا نريد نخفي هذه الايقونات الافتراضية حتى ننزل الايقونات ما لتطبيق مولوكو حتى نغير شكل الايقونات لاخفائهن رح تنقر باي مكان وتجي على هذي النقاط اللي بالاسفل وتخفي هذه الصفحات الصفحات الافتراضية اللي بيها ايقوناتك حاليا نخفي رح تبقى بس صفحة واحدة ما يصير لانت نخفي فرح اجي على مولوكو تطبيق مولوكو اذا ما كنت منزله هم روح على أبستور واكتب مولوكو وانطي بحث هذا هو مولوكو اللي شارحين عنا مسبقا موجود الشرح بالقناة قبل يوما يمكن او ثلاثة نزلته تنطي فتح هتلقى بيه ثيمات كل شي هو ايه الثيم اللي استخدمته ثيم يوالم وياللون الاسود فاذا اردت تستخدمه نفسه او تختار غيره فانت براحتك اذا اردت نفسه فالثيم هو اسمه Darker Black Light هذا هو الثيم طبعا هذا تعرفوه البرنامج ينطيك حزمتين من الايقونات ايقونات يعني ايقونات النظام الافتراضي والثيرد بارتي أبس اللي هي تطبيقات الشركات الأخرى فرح ننزل احنا كمثال تطبيقات النظام تنقر عليها وبعدين تدوس على انستل ثيم وكرا رح يطلع لك السماح نافذة يقول لك السماح لو يمكن تجاهل او هيج شي رح ننتظر رح تفتح عندنا هذه هي النافذة التجاهل او السماح تقول لها السماح وتقول لها اغلاق وتتوجه على الاعدادات الاعدادات مالتك وين تروح علي هذه الاعدادات كتب لي تم تنزيل ملف التعريف انقر عليها تطلع لي هذه اقول له تثبيت رح يسألك على كلمة سر الجهاز رح تكتبها رح تقول له تثبيت وتقول له تم تطلع تلقى الايقونات تغيرت هذه هي الايقونات الجديدة اللي نزلت حاليا هذه الصفحة رح نقدر نخفيها بما انه طلعت صفحات اخرى فرح نخفي هذه الصفحة هسه صار عندنا الشغل مرتب صارت فقط ايقونات البرنامج اللي نزلناها وهذا النيهم رح نقدر نشيلهن وبكل سهولة رح اقدر اسحبهن بهذا الشكل رح انقر عليهم وحذبهن بصفحة اخرى منفصلة ونفس الطريقة اجي اخفيهن وانطي تم حاليا مظل عندي اي شيء من الايقونات القديمة واذا ردت رجع لني هنا كنت دخال ايقونات رح اسحب الابو ستور لهنانه ورح اسحب برنامج الاتصال وينه اسحب هذا الفونكول رح اسحب الرسائل رح اسحب سفاري ايقونات كنت متعود هي شيء مسوي وهذه هي الايقونات طبعا وكلها تشتغل بشكل سريع مثل ما فحصناها اول مرة هذي كليتها موجودة دا تشوفوها قدامكم لاضافة الوجيات اللي سويناه رح نجي منها ونقول له زائد وندور على هذا هو وجي بس رح نختار هذي شوف قبل طلعت عندنا اللي خصصناها رح تضطي اضافة ادات نزلت عندك لي فوق صار مثل ما شرحنا وراويناكم اياه اول مرة هذا هو الوجيات فوق وهذه هي الايقونات وهذه هي الخلفية طبعا كلها شغالة وشغالة بسرعة هذا تطبيق الملفات هذي الساعة وهذه الميوزيك وهكذا كل الايقونات شغالة وسريع ومثل ما دا نشوف الشكل كلش راقي كأنما مو ايفون او مو نظام ايو اس 14 كأنما فقد نظام اخر واللون الاسود فتشي كلش راقي طالع هذه الاعدادات كلها طبعا شغالة وبشكل سريع يعني ما بيها اي رمشة رح تصير عندك فقد رمشة بسيطة اذا كنت تشتغل على اه نظام اربعة عشر واحد او اربعة عشر اثنيا بس اذا كنت منزل اربعة عشر ثلاثة النظام التجريبي فرح تشتغل عندك بهذا الشكل طبعا كل شي يشتغل بسرعة ماكو اي رمشة فتشي بلادي طريقة جدا بسيطة مجرد الصور وخلفيات رح تنزلها من موقع موجود خلت لك رابط بالوصف ورح تنزل تطبيق اسمه وجي ورح تنزل تطبيق مولوكو مولوكو رح يغير لك هذه اليقونات ووجي رح ينزل لك فقط هذا الوجيت والخلفيات هي هذه الخلفية يعني اذا حبيت شي انت من ابداعك تغير فاني فسرت لك كل الامور وتجمعت وصارت بهذا الشكل وهذا الثيم اتمنى ان يعجبكم الشرح واتمنى ما تنسون اللايك للمقطع تحياتي لكم